كوادر الوطنية الكويتية للتعامل واتمنى الدولة تحظى أو تدعم هالتوجه هذا ليش؟ لأن في المستقبل أنت راح تنتقل من دولة نفطية راح يكون محتاجين هالتخصص هذا بالضبط دولة نفطية أغلب مهندسين يكعملون في الوقود الحفوري وأنا أتكلم عن ليس الآن 20-30 سنة جدام إلى دولة قد تحتاج مهندس طاقة متجددة فلذلك علينا التوجه تعليمياً وأيضاً تدريبياً للكوادر الموجودة هذه تحديات أي دولة في العالم المال ليس مشكلة الإرادة موجودة والمال موجود لذلك عليك أن تخلق الأدوات الآن وليس كل شيء نستورده من برد تكنولوجيا همخل نطول شوية عندنا طاقات كبيرة أماراتهم وموجودين الوضعات وجامعة الكويت وأعتقد التقدم العلمي عندهم مشاريع في التوجهة أيضاً وشركات النفط ووزارة الكهرباء والماء علينا الجهود يجب أن تتضافر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر